السلام عليكم أنا مصطفى رحابي مدرب العرض والطلب بأكاديمية بيكرو تايدر طبعا اليوم موعدنا مع محاضرة جديدة سيكون الحديث فيها عن تحديد الاتجاه في العرض والطلب كيف نحدد الاتجاه وكيف نقدر نعرف لين ماشي السعر لكي نحاول ندخل معه لأن الاتجاه هو صديقنا طيب قبل ما نحكي عن الاتجاه كيف نعرفه نحن طبعا بالعرض والطلب دائما نحلل ثلاثة فريمات يعني انت لازم تختار ثلاثة فريمات أريدة تختيار الفريمات هاي المهم ما يكون الفارق بين الفريم والفريم يعني النسبة بين الفريم والفريم الثاني واحد على اثنين يعني ما بيصير تختاره فريم ساعة وجنبه فريم نصف ساعة لأنهم تقريبا متشابهين لازم يكون اكتر من واحد على اثنين يعني الساعة مع الربع ساعة أما ساعة مع نصف ساعة فما بيجوز ولذلك نحن دائما نختار السلسك كالتالي سيكوينز نختاره كالتالي ما هو السيكوينز اللي نشتغل عليه؟ طبعا اما هتشتغل انت شهري اسبوعي يومي وأما هتشتغل اسبوعي يومي أربع ساعات طبعا بالأسهم هو ساعة لأني ما فيه أربع ساعات سيكون ساعة لأن اليوم كله خمس ساعات أو هنشتغل يومي أربع ساعات ساعة طبعا بالأسهم سيكون يومي ساعة ربع ساعة وهكذا وانت نازل أربع ساعات ساعة ربع ساعة بعدين خمس دقائق بعدين دقائق أو واحدة فانت بتختار وآخر لما بدك بتتشتغل على فوق الصلاة في 5 a 18 أورا بالأسواق دائما لابد من تخلصة تغليب يعمل لما يكون هناك تناسق يعمل لفريمات صغيرة اما السيكوينز بما ما يصبح تختار شهري يومي ومعا مثلا هذا غير متناسب غير متناسق مع بعضهم ما بيعطيك القواعد ما بتعطيك الجواب الصح لا لك ولذلك يفضل دائما انك يكون متناسق في اختيار الفريمات طيب دائما الفريم الكبير اللي هو الشهري مثلا في حال بالتجارة طويلة الأمد و بعده الأسبوعي و بعده اليومي بتكون هي أصدق من الفريمات الصغيرة طبيعتا الحال كل الاستراتيجيات دائما الفريمات كبيرة Assasha هي بتكون افضل من الفريمات الصغيرة ولكن الفريمات الصغيرةиход تعمل من نفس القواعد و نفس الكلام فاللي بيشتغل الفريمات الصغيرة يحاول يشوف دائما الفريمين اعلى ولا يدخل بالفريمات الاكبر و الا حيتوه يعني ترابط طلت فريمات بع بعض هو ترابط يعني في صعوبة فما بالك إذا أنت حب تشتغل على الساعة وبدأت في الشهري فحيكون من المستحيل اتخاذ قرار إذن لازم يكون في تناسق في اتخاذ القرار أو في اختيار الفريم اللي حتشتغل عليه طيب دائماً الفريمين الأكبر الشهري والأسبوعي وبشكل خاص الفريم الأكبر طبعاً أنه هون عب أخذ على أساس السيكوينز اليومي يعني شهري أسبوعي يومي الكلام هذا ينطبق على كل الفريمات إذن دائماً لما بنشتغل على الفريمات الفريم الأكبر هو فريم اتخاذ القرار هو فريم الاتجاه يعني أنت الفريم اليومي هو فريم الدخول هو فريم الاتخاذ القرار في الدخول في الصفقة وين الدخول وين الستوف وين الهدف أما الاتجاه فما له علاقة اليومي فيه أبداً الاتجاه يتأخذ بشكل كبير من الشهري وبشكل أقل من الأسبوعي يعني من الأكبر ومن الأوسط كيف مناخد هذا الاتجاه او كيف منعرف هذا الاتجاه هو المحاضرة اليوم قبل ما ادخل بالمحاضرة او قبل ما ادخل بمعرفة الاتجاه حابب احكي عن انه ليس من الضروري اذا كان قرارك على شهر اسبوع يوم شراء انه يكون نفس القرار على فريم الساعة اذا انت عندك يومي اربع ساعات ساعة شخص بيشتغل على هذا السيكوينز وشخص بيشتغل على السيكوينز الفوق فاللي فوق ممكن يكون شراء واللي تحت ممكن يكون بيع هذا شي طبيعي جدا اختلاف السيكوينز يعني اختلاف القرار لانك انت ممكن يكون الشهر يصاعد مثلا وانت عفت تخذ قرارات شراء وتنتظر فرص شراء بينما عندك اليومي هابط والاربع ساعات هابط والساعة هابط وانت عفت بيع لكن اهدافك متناسبة مع الفريم اللي انت داخل فيه كل ما انزلت لتحت يعني كل ما انزلت الفريمات الاقل بيصير فيه نسبة الفشل اكبر ولكن القواعد ناجحة في الفريم الدقيقة مثل ما هي ناجحة في فريم الشهر لكن فقط هاي نقطة مهمة انه اللي يتاخد قرار على اليومي ممكن يكون مختلف تماما عن القرار على الرضا الساعة وعلى الساعة هدفه على الساعة ممكن يكون 30 نقطة بينما اليومي يستبه ممكن يكون 100 نقطة فايزان فيه فرق كبير طيب الفريمات الاكبر دايما هي اللي هي اساسا مناخد فيها قرارنا نتخذ قرارنا بناء على عدة عوامل يعني الترند واحد من هاي العوامل ولكن ليس كل العوامل لترند يعني اذا كان الترند الفريم الاكبر صاعد هذا ليس بالضرورة يعني انه قرارة شراء لان فيه عوامل تانية بتدخل في هذا الموضوع العوامل الاساسية اللي ميشتغل عليها اللي هي الترند زائد السيطرة هنحكي عنهم كلهم بالتفصيل زائد الموفينج افريج طبعا 20 اكسبونينشل 20 أسة زائد واللي هو من اهم الامور كمان البرائس اكشن اربع امور اساسية طبعا برايس اكشن بدخل فيه هذا امور كتير اربع امور اساسية ميشتغل عليها مشان نعرف اتجاهنا في العرض والطقب الترند واحد مننا السيطرة في الكيرف اثنين الموفينج افريج ثلاثة والبرايس اكشن اربع هنبدأ اول الشي طبعا بالترند لما يكون الترند عندك بطبيعة الحال الترند صاعد مثلا يورو دولار على الشهر يصاعد فانت مفروض تفكر في الشراء طبعا بهذا العامل فقط لكن انت بعدين هتجمع كل العوامل مع بعضهم لما يكون الترند صاعد فانت المباشرة تحص بلوس للشراء البيع يعتبر عكس الاتجاه كل بيع على الفريم اليومي اذا كان الشهر يصاعد يعتبر عكس الاتجاه ويعتبر مخاطرة لكنه ممكن في بعض الاحيان غواعد تسمح لك مثل لما تكون وصلت الى منطقة عارض قوية جدا مثلا فاذا ممكن يكون فيه عكس الاتجاه وممكن الناس تشتغل عكس الاتجاه ولكن كأساس شغل انت لما يكون عندك ترند صاعد فانت قرارك شراء لما يكون الترند هابط فانت قرارك بيع ولما يكون الترند صاعد مكسور او هابط مكسور فهون الترند ما بقى له قيمة كبيرة الترند حيكون العوامل الثانية هي الاساس بقى في اتخاذ القرار واما الترند فبشكل بسيط جدا صاعد شراء هابط بيع صاعد مكسور او هابط مكسور يعني عرضي فيعني ما له قيمة ناخد بعض الامثلين مثلا اليورو دولار مثل ما حكينا الترند صاعد فنجد نفكر في الشراء طبعا مش الشراء الان لان الان السعر عند منطقة عارض رح نحكي بعد شوي عن السيطرة يفرق الكلام لما تروح مثلا على برينت الترند الشهري كمان صاعد فانت مفروض تفكر في الشراء لما تروح على دولار فرنك الترند على الفريم الشهري ترند هابط فانت مفروض تفكر في البيع وهكذا لما تروح مثلا على الدهب هتلاقي الترند الشهري عندك ترند صاعد مكسور يعني عرضي هون بيختلف الموضوع معنا هنشوف بقية الامور لما يكون الترند صاعد مكسور او هابط مكسور فاللي الترند ما له قيمة رح تشوف امور تانية هي اللي إلها الكلمة الاولى فإذا الترند هاد الرقم واحد الرقم اثنين اللي هو الموفينج أفريج اللي هو كمان يعني داخل مع الترند لما يكون الترند صاعد غالبا الموفينج أفريج هيكون صاعد ولما يكون الترند هابط هيكون هابط أما لما يكون عرضي فبتلاقي عرضي الموفينج الموفينج وهو صاعد يدعم الشراء وهو هابط يدعم البيع أما وهو عرضي فلا قيمة له ما تحسن تتخذ فيه أي قراء لاحظ لما يكون صاعد كل ما يلمس ممكن يصعد طبعا هون صاعد الكثير بعدين نزل كسر لمسه نزل لمس نزل لمس نزل كل ما يقترب من الموفينج ممكن ينزل فإذا الموفينج يدعم البيع وهون كان يدعم الشراء أما الآن فهو عرضي لا قيمة له هذا بالنسبة للدهب نشوف شي تاني مثلا برينت مثلا لو ما يوصل السعر للموفينج إذا وصل للموفينج هذا الشي يدعم الشراء لأن الموفينج صاعد يدعم الشراء إذن مثل التريند الموفينج تقريبا يمشي مع بعض الموفينج العرضي ما له أي قيمة ما منشتغل عليه وما منحاول طبعا الموفينج ممكن يكون له كثير أهمية ويعمل لك تجارة مهمة جدا بالواو تريد لأنه هو دعم قوي للسعر لما تلاحظ هون ممكن يكون هذا بما أنه على الفريم الشهري في موفينج عبيل المساوب ينزل فهون غالبا على الفريم اليومي بيكون في مناطق مثلا وتشتغل عليها طبعا برجع بكرر أنه أنا عم بيحكي عن الشهري أسبوعي يومي نفس الكلام ممكن تاخده أنت على ربع ساعة مثلا خمس دقائق تقيقة لكن أنا عم بشرح على الفريم الأكبر لما يلمس الموفينج دائما غالبا بيكون هون في مناطق يومية تشكلت كسر ترند مثلا يومي تشكلت مناطق عرض ممكن يندخل عليها لكن هذا مش درسنا اليوم أو مش محاضرتنا اليوم فإذن دائما الموفينج أفرج له قيمة كبيرة بالفريم الأكبر والفريم الأوسط وهو هابث يدعم البيع وهو صاعد يدعم الشراء وهو عرضي ليس له أي قيمة يعني الآن عرضي بالأسترالي دولار فليس له قيمة طيب إذن اثنين صار عندنا الموفينج أفرج الثلاثة وهي نقطة كتير مهمة ومن أهم النقاط اللي هي السيطرة في الكيرف أول شيء خلينا نقول ما هو الكيرف ما هو الكيرف الكيرف ببساطة طبعا أنا ما بدي أحكي كتير عن الموضوع بدي أحكي المفيد اللي بيفيدنا بشغلنا الكيرف هو إنك تيجي ترسم أول منطقة طلب وأول منطقة عرضي قابلها السعر مثلا هاي أول عرض وهاي أول طلب هذا الكيرف هي المساحة أو المسافة بين منطقة العرض ومنطقة الطلب طبعا ما بيهمني بحالة المنطقة اللي أنت عندها حاليا هاي هارسمها هاعتبرها من الكيرف سواء كانت فريش أو ملموسة أو مستهلكة هذا كلام ما لقيمي حاليا عندي في الكيرف إذن هارسم أنا المناطق المسافة بين المنطقتين هاي تسمى الكيرف شو يعني هذا الكلام؟ هاي الملعب اللي فيه عم يتنافس البائعين مع المشترين يعني أنا هون هاي المساحة اللي أنا بتهمني حاليا طبعا لما يتكسر المنطقة هأخذ المنطقة اللي بعدها لو انكسرت الطلب هأنزل المنطقة مثلا اللي بعدها طيب شو بيهمني في الكيرف أنا؟ بيهمني السيطرة في الكيرف ما معنى السيطرة في الكيرف؟ السيطرة في الكيرف تعني أنه هل السعر قادم من منطقة عرض؟ أو قادم من منطقة طلب؟ لو قادم من منطقة طلب معناها السيطرة مع المشترين ولو قادم من منطقة عرض معناها السيطرة مع البائعين لاحظ الآن مثلا الأسترالي دولار آخر مرة طلع منها السعر هو يطلع من منطقة طلب وما زال طالع من منطقة طلب معناها أنا هون عندي سيطرة للمشترين فأنا أفكر فقط مفروض طبعا هذا بيدعم الشراء لو كان السعر نازل من سابلاي كان حيدعم البيع مثلا الآن اليورو دولار الآن السعر باليورو دولار هو على منطقة سابلاي منطقة عرض تقييمها ممتاز فهذا الشيء يدعم البيع فصار عندي باليورو دولار حيرة الآن لأن تريند صاعد والسيطرة مع البائعين طوالما السعر صاعد وماشي بيظل السيطرة مع المشترين فإذا لمس المنطقة أصبحت السيطرة مع البائعين طيب فإذا أنا السيطرة في الكيرف مهمة جدا بالنسبة لي دايما بحاول أني أعرف السعر لأين ماشي عادة السعر بيمشي من الديماند إلى السابلاي ومن السابلاي إلى الديماند وهو نازل من السابلاي إلى الديماند المفروض أنا ما أفكر كثير في الشراء وهو طالع من الديماند إلى السابلاي المفروض ما أفكر في البيع لأن السيطرة ماشية مع هذا الفريق اللي ماشي الآن وهو اللي منتصح فإذا الآن السيطرة في اليورو دولار للبائعين إذن هذه السيطرة مهمة لكن السيطرة فيها نقطة مهمة جدا وحساسة هي حالة المنطقة المسيطرة أول شيء شو هي حالات المناطق حالات المناطق عندنا ثلاث حالات أو أربع حالات للمناطق الحالة الأولى المنطقة تكون fresh fresh يعني المنطقة لم تزر قبل الآن هاي أول مرة بجيهة السعر هاي المنطقة مهمة جدا في قاعدة مهمة لا تدخل ضد منطقة fresh على الفريم الأكبر أبدا يعني الآن إذا فيه فرص شراء على اليورو دولار المفروض ما ندخل لإني سابلاي شهرية fresh قوية تقييمها قوي فأنا يعني احتياطا مفروض ما أدخل شراء لإني المنطقة fresh طيب فإذا لمسها السعر ونزل منها ورجع طليع مرة تاني صار اسمها ملموسة لما تكون المنطقة ملموسة تكون قوتها أضعف فأنا احتمالية دخولي عكسها حتى لو كنت مسيطرة أقوى مثال لو نروح للذهب حنشوف منطقة السابلاي الشهرية اللي موجودة هون هي منطقة ملموسة إجي السعر لمسها أول مرة نزل ورجع صعد مرة تانية فلما ييجي يصعد مرة تانية أنا هون بقدر بقى بدخل شراء ضدها اعتمادا على ضعفها لأنه اللمسة تبعها هلأ أمني حكي بعد شوي ما قدرت تعمل شيء طيب إذن المنطقة بعدين بتصير ملموسة طيب إذن هاي منطقة سابلاي مثلا نزل السعر أول مرة كان اسمها fresh رجع لمسها صارت ملموسة tested لما ييجوا يردوا علي لمسها مرة ثالثة هاي اسمها مستهلكة مستهلكة فإذن المنطقة المستهلكة دخل ضدها ما في مشكلة خالص لكن أول شيء إذا كانت المنطقة fresh لا تحاول تدخل ضدها الموضوع الملموسة هاي تحتاج بحث تحتاج كلام شو الكلام اللي ما نحكي الكلام اللي ما نقوله إنه اللمسة شو قدرت تعمل بمعنى لو نروح مثلا للدولار كيندي رح نلاحظ هون عندي منطقة سابلاي الآن اللمسة الأولى للسبلاي لما لمسها السعر للسبلاي هل استطاعت إنها تعمل شيء الحقيقة استطاعت إيش استطاعت استطاعت تكسر ترند طبعا لازم تعرف ترصم ترند في محاضرة عن الترند في العرض والطلب إذا كانت هاي المنطقة إذن هاي اللمسة هي لمسة قوية جدا لأنها كسرت ترند وهاي اللمسة القوية اللي كسرت الترند بما أنه انكسرت ترند شكلت لي سابلاي جديدة إذن هاي الملموسة صارت قوية حتى وهي ملموسة لأنها تشكرت عن طريقها من لمستها تشكرت منطقة عرض جديدة فهاي اللمسة قوية وباخد فيها وبخاف منها لإني أنا الآن صار عندي منطقة جديدة بناء على هذه اللمسة الأولى أما لو جينا بالعكس لو جينا نأخذ المنطقة اللي تحت اللي هي منطقة الطلب منطقة الطلب هاي لما نزل السعر لمسها أول مرة وصعد ما قدرت تعمل شي ما قدرت تكسر سابلاي ما قدرت تكسر ترند ما عنده ترند ما قدرت تعمل هيارهاي ما قدرت تعمل أي شيء فلما بتيجي بتلمس اللمسة الثانية لعندها هاي المفروض إني أنا بقدر بتخل ضدها فغاربا المنطقة إما حتنكسر وأما بيدخل السعر لآخرها بيأخذ من الأوامر السفلية لأن الأوامر اللي من فوق خلصت وما عاد فيه فلما بيجي مرة تانية غالبا بيدخل لمنطقة أعمق أو بيكسرها أو بيكسرها ما اللاحظ كمان الآن صعد السعر وما قدر حتى يعمل هايش جيد عن هذا الهاي الماضي ما قدر حتى يوصل للسبلاي وبلش ينزول مرة تانية فإذا أنا الآن لو عندي فرص بيعية مثلا على الأسبوع أو على اليوم من هاي المناطق فأنا ممكن أني أفكر في البيع إذا مناطق البيع هي المنطقة اللي هون فعندي منطقة أسبوعية غالبا والمنطقة الشهرية إذا هون اللمسة هاي اللمسة ما قدرت تعمل أي شيء إنما طلع السعر منها وطلع بشكل تصحيحي واضح جدا اللي نزله بثلتة شهور طوال عشرة شهور حتى وصله لفوق ونزل بقوة بعدها مرة تانية وشكل لي مناطق عرضه جديدة بينما الطلب ما قدرت تشكل مناطق جديدة إذا هاي نقطة كتير مهمة أنا المنطقة الملموسة بدي أشوف شو عملت اللمسة إذا اللمسة قدرت تكسر ترند أو قدرت تكسر منطقة أو قدرت لوت جديد فهاي اللمسة معناها شكلت لي مناطق جديدة وهاي اللمسة قوية جدا معناها لازم أخذ حزري منها ولازم بالعكس أفكر فيها أنا أفكر في البيع منها أما إذا اللمسة ما قدرت توصل شيء ما قدرت تكسر ترند ما قدرت تكسر منطقة حتى هاير هاي ما قدرت تعمل فهي اللمسة غالبا هي لمسة ضعيفة وغالبا لما السعر حيرجع مرة تانية إما حيدخل لما كان أعمق وإما حيكسر هاي المنطقة وإما حيكسر هاي المنطقة دعا نشوف بعض الأمسة نحاول ندور على الأمسة نرجع للدهب الآن الآن نرجع منشوف اللمسة الأولى لهاي المنطقة شو قدرت تعمل طلع السعر لمس أول لمسة ونزل هاي النزلة ما قدرت تعمل له جديد ما قدرت تكسر تريند صاعد ما قدرت تعمل أي شي اللمسة التانية لما بيرجع للسعر فأما بيدخل لمكان أعمق أو بيكسرها وهو متوقع أنه هتنكسر هاي المنطقة فإذا هاي اللمسة ما قدرت تعمل شي ندور على شي تاني نشوف شي تاني مثلا الأسترالي دولار ما فيه الأسترالي دولار نيوزيلاندي دولار لاحظ السعر وصل للمنطقة نزل ما قدر يعمل شي نزل ما في شي عندي هون طلع لمكان أعمق رجع نزل والآن عم بيحاول يكسرها إذن أنا هون ما عندي أي شي بيخليني خاف من هاي المنطقة بالعكس تماما أنا ممكن أفكر بالشراء ضدها لأن السيطرة هون سيطرة صار لها زمان لو كانت هاي المنطقة قوية المفروض كانت تنزل السعر بقوة وعندها أنا ممكن كنت خاف منها أما الآن فلا نشوفوا غير شي خلينا نمحي مثلا لو هاي منطقة طبعا هي منطقة بسم الله ويرحنا لاحظ لاحظ اللمس الأولى لما نزل السعر منها ما قدر يعمل شي فاللمس الثاني كسرت المنطقة فإذا دائما هذا كلام مهم جدا لازم ننتبه للسيطرة في الكيرف لازم تعرف أنت أن المنطقة إذا كانت قوية في اللمس الأولى لازم تعمل شي كبير وواضح وإلا هاي اللمسة غالبا تصير دليل على ضعف المنطقة دليل على ضعف المنطقة طيب بعتقد هيك اكتفينا من السيطرة صار لعنا ثلاث أمور نيجي للأمر الرابع واللي هو مهم جدا واللي هو الحقيقة النماذة الانعكاسية على الفريمات الكبيرة هي كثير شي مهم هي مهمة جدا طبعا أهم نموذج انعكاسي نشتغل عليه هو الشموع الابتلاعي طبعا النماذة اللي يشتغل عليها اللي هي الابتلاع هذا بشكل أساسي كبير كتير وممكن كمان البيرسنج والحرامي وهي الأمور لكن أهم شي هو الابتلاع لاحظ معي أنه لما يصير عندي ابتلاع دايما أو غالبا 90% من الحالات كل ما صار عندي ابتلاع مثلا ابتلاع شرائي بصعاد السعر ابتلاع شرائي ابتلاع شرائي ابتلاع شرائي ابتلاع شرائي معناها السعر لوين ما شي لفوق ابتلاع شرائي بعدها ابتلع شرائي صعد ابتلع بيعي انتهى الاتجاه صعد كثير بدأ ينزل السعر ينزل بقوة صعد ابتلع شرائي صعد السعر بدأ يعطيني إشارات انعكاسية ابتلع بيعي وبعدها نزل مرة ثانية الآن ابتلع بيعي مرة ثالثة إذن السعر عن بيقلي أنه أنا ممكن انزل فإذن هاي البرايس اكشين كتير كتير مهمة هاي شمعة الابتلعية كتير مهمة نعتمد عليها بشكل كتير كبير في شغلنا لما انجى هون السعر عم يعمل لي شمعة ابتلاع شرائية ابتلاع شرائي ابتلاع شرائي فانت طبعا هاي مش ابتلاع فانت هده كل ياته هون عم بشكل حاجز قوي عم بيقلي انه السعر وقف بقى عن البيع ويبدأ بقى يشتري لما صعد صحح التصحيح ابتلعوا شرائيا معناها السعر ماشي لفوق لاحظ الابتلاع البيعي بينزل بعد ابتلاع البيعي بينزل فاذا الشمعة الابتلاعية هي شمعة مهمة جدا نشتغل عليها دايما لا تدخل ضد شمعة ابتلاعية ابدا الدولار فرانك مثلا طبعا دولار فرانك ما له شغل بس يعني نفس الكلام شمعة الابتلاعية شرائية صار صعود ابتلاع بيعي صار هبوط لان ما في ابتلاع بس دايما الابتلاع يعطيك اشارة مهمة جدا تشتغل عليها كل ما الابتلاع بيصير بيعطيك إشارة أنه السعر وصل لمراحل الزروة وممكن بقى الآن يصير إنعكاس في السعر لكن هذا الكلام هو أصدق على الفريمات الكبيرة الفريمات العالية وليس على الفريمات الصغيرة أيضا في الـ Price Action فيه كثير أمور ممكن تهمنا كـ Price Action طيب أنا طبعا ماني خبير بالـ Price Action لكن بيهمني الـ Price Action اللي أنا بيشتغل عليه مثلا لما السعر بيصعد بفترات طويلة فلازم أنت بقى تترقب أنه يصير هبوط يعني مثلا لو أخذنا المؤشرات مثلا المؤشر الأمريكي الـ CS&B 500 لما بتيجي أنت بتلاقي السعر صعد 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 بشكل كبير فأنت هون بيبدأ إذا في عندك مناطق يومية ومناطق أربع ساعات بهاي المناطق بتبدأ تخاف منها لأنك أنت على الفريم الأكبر السعر صعد كثير فلازم بقى يجي تصحيح هذا التصحيح ممكن ياخد فترة أطول لأنه بداء أنه الصعود كان فترته طويلة فممكن التصحيح كمان يكون فترته طويلة نفس هذا الكلام طبعا على العملات يعني لو تفتح أي عملة هتلاقي أنت دايما السعر بيعمل صعود هبوط تصحيح بعد هبوط بعد صعود تصحيح صعود بعد بيبدأ ينزل بصحيح وبينظل فإذا دائما فيه تصحيح لما بيجي السعر بيطلع للأخير لما بيجي عمل شمعتين مثلا على الشهر أو على الأسبوع ثلاثة فأنت هون تبدأ تخاف من الدخول بهذا الزوج لأن السعر صعد أنت دائما بيهمك تشتري تحت في الأسعار الرخيصة وبيهمك تبيع في الأسعار الغالية فإذا لما يصعد السعر كثير ابدأ خاف من الشراء ولما ينزل السعر كثير تبدأ كمان أنت تخاف من البيع طبعا هاي الأشكال الانعكاسية كمان منخاف منها كثير الزيول اللي بتعطينا إشارة عن أنه فيه نزول الشموع الانعكاسية الشموع الانعكاسية الشرائية فإذا دائما هاي الفريمات الكبيرة بناخد فيها أمر تاني كمان لما الشمعة الابتلاعية ما بتعمل المأمول منها يعني نحن عم نقول أنه الشمعة الابتلاعية البيعية المفروض تنزل السعر الشمعة الابتلاعية الشرائية المفروض تطلع السعر طيب لما بتيجي أنت مثلا وبتدور أنت على الشمعة الابتلاعية بتشوفها هون في نهاية الاتجاه يعني أنت الآن لاحظ الشمعة الابتلاعية الشرائية شمعة الابتلاعية الشرائية ابتلاعية الشرائية عم بيصير صعود عم بيصير صعود بعد ما يصير هذا الصعود بتجيك شمعة الابتلاعية الشرائية لكن ما بيطلع السعر بعدها تيجي شمعة ابتلاعية شرائية تاني كمان السعر ما قادر يطلع هذا دليل ضعف دليل ضعف انه انا السعر ماني قادر اطلع مع انه الشموع الابتلاعية عبتصير ومع ذلك ماني قادر اطلع فممكن السعر ينزل مثلا الان لو يعمل شمعة حمرة هذا الاسبوع يرجع يعمل لي شمعة خضرة فاذا انا هون في نهاية اتجاه وانا اصلا عن منطقة سابلاي فانا ممكن يصير عندي بقى بيع ممكن يصير عندي انخفاض في الزخم في القوة فاذا الشمعة الابتلاعية في نهاية الاتجاه لما ما بتقدر تعمل المأمول منها فهذا يعني ضعف اما لما يحصل هذا الكلام في اول الاتجاه فهذا لا يعني ضعف يعني مثلا لو ناخد الاويل لو تشوف الفريم الاسبوعي انت نازل السعر بيبدأ يعمل لك شمعة ابتلاعية بيرجع بيعمل لك شمعة ابتلاعية شمعة ابتلاعية هذا دليل ايش هذا الدليل انه السعر بدأ يصعد كل ما ينزل بيبتلع كل ما ينزل بيبتلع فاذا هذا دليل قوة اما لما بياخر السعر بيعمل لك شمعة ابتلاعية وما بيقدر يطلع معناها انا تعبت صار لازم انزل صار لازم انزل هذا الكلام حتشوفه سادق كتير وحتشوفه في كل مكان تقريبا اذا كل ما الشمعة الابتلاعية كانت في نهاية الاتجاه وما قدر تطلع السعر طبعا في الشراء فمعناها هذا الكلام انه الزخم خف وانه صار ممكن يصير بيع والعكس صحيح لما بيكون هذا الكلام فيه اول صعود وبيعمل لك شمعة ابتلاعية فهذا الكلام معناه انه انا طالع لفوق انتبه لاحظ مثلا الباوند دولار من امت عم نحكي نحن للشراء ابتلاع شرائي ابتلاع شرائي ابتلاع شرائي ابتلاع شرائي ابتلاع شرائي كل هذا الكلام هو عم بيقول لك انه انا ما انا قادر انزل انا بدي اطلع فنحن من وقت اللي كان هون ونحن نقول شراء 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 لحد ما وصل الآن إلى المناطق العلوية فإذا الشموع الابتلاعية هي شموع مهمة كثير لازم ننتبهها لها ونشتغل معها وما نشتغل ضدها فلما تشوف أنت شمعة انعكاسية أو ابتلاعية على فريم أعلى أو فريم أوسط على الأقل ما تدخل ضدها تظهر فرص معها وخصوصا إذا كانت مع الاتجاه يعني أنت أصلا الاتجاه عندك صاعد ووجدتك شمعة شرائية ابتلاعية فهذا كلام قوي جدا فأكيد أنهم ما سأدخل ضدها طيب نأخذ ملخص هذا الكلام لما بتفتح أنت أي زوج بدك تشتغلي عليه فأنت لازم تشوف كل هاي الأمور مع بعضها مثلا لو نأخذ مثلا اليورو دولار تيجي أنت على الفريم الشهري بتلاقي تريند صاعد طيب معناها هذا الزوج حاليا للشراء لكن عندي سيطرة حاليا في الكيرف للبائعين صارت أنا الآن محصور بزاوية صعبة هاي الزاوية بتقول أنا ماني قادر بيع لإني تريندات صعبة وأنا ماني قادر اشتري لإني السابلاي الشهرية موجودة هون فهذا الكلام بيقول لي بعد عن اليورو دولار لحتى يوضح لحتى يبين ولما بتكون السيطرة عن المنطقة الشهرية فبيكون الشراء أقل شيء عن المنطقة السبوعية أقل شيء عن المنطقة السبوعية ويفضل تكون قاع وليس سيطرة فإذا لا تحاول تشتري عن مناطق يومية أو مناطق أربع ساعات موجودة عند منطقة شهرية لأن غالبا مناطق الشهرية بتقدر تكسر المناطق اليومية فإذا الابتلاع مثل ما أنا شايفين هون على الأسبوعي ابتلاع شرائي فإذا هون في حيرة في شيء عم بيقلي يشتري وفي شيء عم بيقلي يبيع فأنا أفضل أني ما أدخل في هذا الزوج حاليا نأخذ زوج تاني مثلا اليورو استراري لو نشوف الفريم الشهري نكبر الصورة شوي الترند عندي ترند صاعد على الفريم الشهري يدعم الشراء مناطق العرض اللي هون اللي موجودة هون أو هاي الزيول هي مناطق ضعيفة لأن السعر زارها أول مرة وتاني مرة وتالت مرة والآن عم بيزورها كمان فإذا هذا الزوج ممكن أن السيطرة ما تكون مهمة كتير بالنسبة له زائد الشموع ابتلاعية ما فيه الموفينج ما فيه فإذا هو يشجع على الشراء لما روح على الأسبوعي لأي ترند عندي كمان صاعد فإذا كمان تشجع على الشراء فإذا عندي منطقة أسبوعية هون إذا في منطقة يومية داخلها منطقة قوية فأنا ممكن أني أشتري منها فإذا هذا الكلام تاخده أنت من الشهري بتأخذ قرارك من الفريم الشهري وبتقدر تمشي بهذا الاتجاه حتى توصل لفريم الدخول والدواء طبعا فريم الدخول مش أي منطقة طلب أو منطقة عرضة تبيع وتشتري عليهم في قواعد واضحة ومخصصة لهذا الكلام مش الموضوع موضوع أنه ترسم أي منطقة وخلاص لا الموضوع متعلق بالترند على فريم الدخول إذا كان الترند متوافق مع الاتجاه أو لا بمعنى إذا أنت قرارك على الفريم الشهري أو الفريم الأكبر هو شراء ورحت للفريم اليوم لقيت الترند صاعد فأنت بتشتري عند المناطق المثبتة والتي تقييمها ممتاز أما إذا كان الترند هابط يعني غير متوافق فأنت ما بيصير تشتري من مناطق يومية لازم تفكر بالفريم الأعلى لازم تشوف الفريم الأسبوعي طبعا هذا الكلام بده محاضرة لوحده بده محاضرة لوحده نشوف أي شيء مثلا نشوف نشوف نيوزيلاندي كندي طبعا نيوزيلاندي كندي نشوف شغلة مهمة فيه الترند عندي على نيوزيلاندي كندي هو ترند هابط فأنا المفروض فكر في البيع طبعا عندي منطقة عرض هون وعندي منطقة طلب هون طبعا ليش أنا جبت هذا المثال حتى تشوف اليورو دور إيش ممكن يصير فيه لما كان نيوزيلاندي كندي في مناطق الطلب اللي تحت اللي هون حتى والترند هابط كان التفكير ليس في البيع ليش؟ لأنني أنا عندي منطقة فرش فأنا كان لازم أفكر في الشراء طبعا مش في الشراء مباشرة لازم ينكسر الترند فلما انكسر الترند اسبوعي شكل لمناطق طلب صار ممكن أي فرصة على الفريم الأصغر اللي هو الفريم اليومي تدور على أي فرصة شراء وتشتري عليها إذن أنا الخلاصة اللي بدي أقولها هون أنه حتى لما يكون الترند هابط على الفريم الأكبر من الممكن يكون قرارات شراء لأن السيطرة فيه لمنطقة فرش قوية جدا فإذن اليورو دولار ممكن ينزل ممكن ينزل بقوة من المنطقة السابلاي الشهرية وخصوصا أنه السابلاي الشهرية سابلاي قوية فأنا ما حفكر في الشراء أمامها الآن ما حفكر أمامها الآن إلا لما تنكسر أو لما ينزل لمنطقة اسبوعية طيب نأخذ كمان زوج تاني ندور مثلا مثلا النفط الفريم الشهري الترند صاعد البرند وعندي مناطق طلب شهرية هون فالترند صاعد على الفريم الشهري السيطرة مع المشتريين طبعا نهاية الشهر ممكن تكون شمعة أكلاعية بيغية ممكن تخوفني من الشراء الفريم الأسبوعي ترند صاعد مكسور عندي منطقة عرض فوق للبيع عكس الاتجاه ومنطقة الطلب اللي هون اللي هي مداخلة مع شهرية صار منها الصعود الخلاصة الآن أنه دائما أنت لازم تفكر بعدة أمور مش بس بالترند ولا تحاول تربط الفريمات الكبيرة مع الفريم الأصغر فقط بالترند يعني فيه أسئلة كتير بتجيني أنا طيب إيش بعمل إذا كان الترند الشهر يصاعد مكسور والأسبوع يهابط واليوم يصاعد في لخبطة لما تيجي بتربط الترندات مع بعضها حت لخبط كثير ومش حتستطيع تبتخذ قرار أنت ما لك أبدا بهذا الربط أنت لك على تاخد الفريمين الكبار تشوف أنت برأيك بعدما تشوف البرايس أكشن والموفينج والشموع الإبتلاعية والسيطرة في الكيرف والترند تقرر شو بدك تقرر إما شراء وإما بيع إذا قررت شراء بتروح لفريم الدخول إذا كان الترند صاعد معناها الترند متوافق مع القرار ممكن يكون الترند على الفريم الشهري هابط لكن أنت قرارك شراء فإذاً أنت لا تربط بين الترندات اربط بين الترند على فريم الدخول مع قرارك اللي بدك تهد فإذاً إذا الترند صاعد معناها تشتري عند كل منطقة جديدة وإذا كان لازم تقييمها ممتاز وكل أمور ممتازة مثبتة وتقييمها كويس طيب إذا الترند مش صاعد معناها الترند غير متوافق مع القرار فأنا هون ما بقى بيقدر بيشتري عند المناطق اليومية لازم اشتري من المناطق المتداخلة مع الفريمات العالم بل كي هادم نحكيها إن شاء الله في محاضرة قادمة هاي المحاضرة عن الاتجاه بتمنى تكون مفيدة للجميع طرعا هي لوحدها ما بتكفي لازم تعرف كل قواعد العرض والطلب لحتى تتدور تربط الأمور مع بعضها بشكل واضح وصريح وتقدر إنك تتخذ قرارات الشراء أو بالبيع إذا فيه أي استفسار أو أي سؤال بتمنى تتواصل معي على التليجرام وأنا جاهز أني جاوي بالجميع إن شاء الله طبعا إحنا هزم ده دورة جديدة إن شاء الله بالشهر الثالث عن العرض والطلب هنحكي فيها عن كل القواعد وكل هاي الأمور بتمنى التوفيق للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر